حليب السائل، كيف تحب الحليب؟ مالسا؟ أنا عاقل ويعوه ما عندي مشكلة فيه سخة اللي مساقعة بشربه كيف مكان أنت عارفة أنه العالم بينتج أكثر من 730 مليون طن حليب سائل باليوم؟ حلقة صرت أعرف إيه، هذه معنومة كتير مهمة حتى يعرفها مشاهدة تعرف ما أهميته يعني بتعرف من الأولاد للكبر يعني الأطفال للكبر لشاب حليب طبعاً وخاصة الحليب بقر هو أكثر شيء معروف عالمياً صح، أنا مطيب كمان حليب النعجي، حليب الطور، حليب الجمل، حليب المعزي حتى في أصناف غير الحيوانية مثل حليب اللوز، البيز مصبوط بالزبط بس الحليب بقر أكثر شيء معروف عالمياً حتى بتلزز وتناوله على مدار النهار صح حلق في عندك أصناف في قليل الدسم، خفيف الدسم، صفر دسم وفي الفلفات أنا دايماً نسيحة دايماً قليل الدسم لأن داي صحيح أنه بينقصوا، بينقصوا كان فيتامين إذا استغنجناه بلا من دعمه بس لحسنا الحظ أنه منجرع من دعمه، منجرع من دعمه منجرع من دعمه فيتامين A, D, E, K يلي هي الفيتامينات اللي بيمتسس الجسم مع الدهون بما أنه شلنا الدهون بطل الجسم عم ينتسس مش ليك بيدعم مزبوط فيها، فبيجعب يخضر الجسم مزبوط هلأ بتاعي في الحليب الليكيد وفي الحليب البودرة، انت شو بتستعمل؟ أنا بستعمل اثنين لأنه مرات ما بيكون عندي حليب سائل فتفضل البودرة بيساعدني بيتحتى، بس تفضل دايماً الحليب السائل حلأ كل أصناف الحليب فيها كتير كالسيوم وفيها كتير بروتيين دايماً مننصح أنه الحليب للأشخاص الرياضيين يخدوا دايماً كدية حليب مباشرةً بعد الأكل يعني دايماً بيقولوا لهم بروتيين وكلو تونة وكلو بيت بس الحليب لأنه لكويد لأنه سائل، الجسم ضغري بينتصه والعضلات ضغري بيتقوب البروتيين من وراء الحليب بلس للأطفال بثير بننسأل هالسؤال إنه فينا نشرب أولادنا أصناف حليب معينة الجوابة لأ يعني من عمر الواحد للخمس سنين أو أربع خمس سنين الولد ضروري يشرب شايف حليب المدعم للأطفال يعني بنشتري إجمالة مستيضاليات مش الحليب العادل بيساعد النمو بيساعد النمو بيبقى في حديد بيبقى في كلشب بيبقى كيمانياجون مدعم أكتر لحجة الطفل وعمره أكيد حتى كمان في عنا نحن هذا الحليب السيل موجود عنا هون هو حليب البرار هون كمان معتل لحظة دايماً يتأكدوا من تاريخ الصلاحية يعني بس نشتري الحليب دايماً يتأكدوا أنه تاريخه مشارف ومقارب على الانتهاء تكون معه فترة طويلة ودايماً بس نفتحه دايماً يتسكر ودايماً بالبرار هيدا عماشية هلا في عنا الحليب اللي هو معروف بالUHT اللي بيغلوه بالتعقيم ما بدو برار بس بس ينفتح كمان بدو برار في باكترية دايماً UHT بتأكدوا الباكترية من هون لازم ننتبه على الحليب البلدي اللي مناخدوه من الضيعة من الضيعة طازة يبقى في باكترية مننتبه هيدا ما بيناعطى للولاد ما بيناعطى للولاد أفضل لأنه مش باستيريزي ما منعرف شو فيه اليوم طلب طارفة كمان الحليب العمنون واللبن والجبن والحلويات حتى مناخده سناك ومناخده على الترويق مناخده متل ما هو ومنزيده عاكلش في أطباق طب فهناس اللي عنده حساسية عن حليب البقر شو ممكن تاخد بديل حليب مثلا مثل ما قلتلك في عندك غير أصناف مثل حليب السويا، حليب الرز، حليب اللوز حليب الرز ما في كتير بروتيين بس حليب السويا وحليب اللوز كتير غليين بالبروتيين اللي هي نباتية بدل ما تكونوا من البقر دايماً اللاكتوز انطلرينتين الأشخاص اللي عندهم حساسية على اللاكتوز اللي هي سكر الحليب بيقدروا ياخده هؤديك الأصناف مثل السويا والقلمانسية اللي أنا بنصح فيهم أنا شو بتصحيني أخذ لكي نقليل دسا لكي نقليل دسا لكي نقليل دسا لكي نقليل دسا أنا كنا بدي كامل بس كرميلك اليوم خلينا نحلي تتعود عليه مع شد شوكولابي اشتركوا في القناة